عندنا حدوتة من بنوتة جميلة بتقول انا عندي 15 سنة وعارفة ان ماما بتتفرج عليكم من حيك يا ماما وماما دايما الحقيقة عندها مشكلة بتتاريق علي وعلى شكلي وانا مش عارفة اقول لها ان الموضوع ده بيضيقني قد ايه خاصة ان هي بتتاريق علي قدام اهلنا عادي وممكن اقول لها ولا يعني ايه رأيك وتقول لها انتو النهاردة في البرنامج ان انا بتضيق من هزارها علي وتريقتها علي ايه يا ماما ايه يا ماما ليه يا ماما ليه هتبق انتي والدنيا عليها طب لما انتي سمام الامان وخط الدفاع بتاعها ليه ممكن تيجي تستخبف حضنك لو حد التاريق عليها او حد تنمر عليها في يوم الايام تتخلي عنها واتبعيها وتبق انتي اول من يجي عليها في الدنيا كتير من الجرائم بترتكب تحت اسم هزار والهزار كمان لو قدام الناس بيوجع وبيدايق انتي كده بتتمحي شخصتها وبتهدي ثقاتها في نفسها وبتخليها عرضة لان اي حد يجي يقولها ربع كلمة حلوة تحاول هي بتدور يعني حد يقولها كلمة حلوة عشان تسق في نفسها حتى لو الحد ده بيستغلها او هيئزيها او هيستخدمها او ما ايه لذلك انتي بتدفعيها دفع في سكة غلط وانا عارفة انتي امه مفيش امه بتكره بنتها بس انتي اول واحدة هتزعلي عليها واتحسي بالزنب على بنتك فبالعكس ده انتي تخديها في حضنك طلع شكلها كده ولا شكلها كده دي مسئوليتك وانا هي مش جايبة من بره على فكرة بس انتي انا مستي حاجة مهمة ايمان ان هي كتر الكلام ده بيخليها ما عندهاش ثقة في نفسها تشبط في اي حد يقولها كلام حلو انتي لو فاتي نظر الام النهاردة بتسمعنا خلي بالك عشان البنت ما تدورش على حنان بره ولا كلمة حلوة بره لازم تبقى عندها ثقة في نفسها وانتي اول حد بيزرع الثقة دي انا بشوف امهات بتدلع بناتها يعني مش على قدر كبير من الجمال بس هي بتحسسها ان هي ملكة الدنيا وبنات بتبقى مش جميلة الجمالات لكن عندها ثقة في نفسها وفي شخصيتها لما النهاردة تقف تحاضر ولا تتكلم ولا تشتغل شغلانة بتواجه فيها جمهوري بي عندها ثقة في نفسها رغم انها مش يعني سبحانه ربنا مثلا يكون محبهاش جمال كبير لكن عندها ثقة في نفسها لان اهلها احتضنوها اهلها دلعوها اهلها حسسوها ان البنت قيمتها في شخصيتها واحترامها لنفسها وفي عقلها وفي افكارها مش في جمالها الخارجي فيارد احنا طول النهار بنتكلم حضرتك على التنمر اللي الاخرين بيعملوه علينا ده اسمه تنمر وده منهي عنه الدين والدنيا وكل حاجة بتنهي عن ان احنا نتنمر للاخرين فبالك بنتنا حضننا اللي هي نحسسها ان هي احلى حاجة في الدنيا في حياتنا واليوم كان اسعد يوم يوم ما وليتيها وجيبتيها للدنيا بلاش تريع قدام الناس لو تغديها على جنب حتى لما يكون بنتي فيها دفوق احاول انا اخفيه عن الناس واقول لها على جنب وحتى لو ما قلت لها انت مليانة شوية تعالي نمشي شوية تعالي ناكل اكل صحي يعني طبعا انت ده دورك وانت ده مسؤوليتك وهي البنت يعني لو طلع فيها مشكلة طب ما ده ده دورك وده مسؤوليتك عليك تعديلها من غير ما تجرحيها ومن غير ما تأذي مشاعرها لاني صدقيني لما تكبر هي في حاجات عمرنا ما بننسها في حياتنا ابدا ابدا وخلوا بالكو زي ما في عقوق اباء في عقوق ابناء والله في ناس كتير بتأذي ولادها معا قصد من غير قصد اكيد ما فيش اهل بيكرهوا ولادهم بس ممكن يكون عن جهل او عن كده تقليد اعمى او هو كده مثلا بيربيه بس بالعكس الولاد بيطلعوا عندهم حتة مكسورة ناحية الاهل بتفضل معهم العمر كله وصدقوني عمرها ما بتتنسي تعودت على كده هتقبل الاهانة من حد اخر يوم ما تتجاوز او تتخطب ويقول لها كلمة سخيفة قدام الناس هتقبلها لاني تعودت في بيتها على كده لكن لما هي تبقى عندها احترام لذاتها ومحدش في بيتها غير ان هو يقدرها وديها قدرها هتبقى واخدى بالها من قدرها قدام شريك حياتها وما تسمحلوش بالتجاوز فارجوكي احنا بنحبك احنا كمان ويلا بقى دلعيها وبعتلنا رسالة حلوة تانية نشوف ماما عملت معكي النهار اشتركوا في القناة